السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم عزائي الطلاب وطالبات في درسنا اليوم اللي إن شاء الله نتكلم فيه عن الدراسات وأنواعها بالإضافة إلى موضوع التحليل الإحصائي فنتمنى لكم متابعة ممتعة على ماذا سنتعرف في هذا الدرس؟ سنتعرف بإذن الله تعالى وسنغطي الدرس الأول والثاني من الوحدة الثالثة اللي هو درس الدراسات التجريبية والمسيحية والقائمة على الملاحظة ودرس التحليل الإحصائي طبعاً إحنا إن شاء الله بإذن الله تعالى سنتكلم عن الدراسات المسحية سنتكلم كذلك عن دراسات التجريبية ودراسات القائمة على الملاحظة نتكلم عن مفهوم الارتباط والسببية ثم نعرج على مفهوم هامش خطأ المعاينة ونأخذ مقاييس النزع المركزية ومقاييس التشتت ونختم كعادتنا ببعض الأسئلة للتقويم نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم في الموضوع الأول من موضوعات هذا الدرس اللي هو الدراسات المسحية دائماً الدراسات المسحية تستخدم لجمع البيانات أو في جمع البيانات وجمع المعلومات ودائماً ما تلجأ المنظمات أو الجهات أو الحكومات دائماً إلى إجراء هذه الدراسات المسحية أو حتى مراكز الأبحاث الباحثين في الجامعات يلجأون إلى إجراء هذه الدراسات المسحية دائماً لتحليل مشكلة معينة لإستطلاع آراء في جانب معين لوضع خدمات معينة فالدراسات المسحية لها استخدامات في مجالات عديدة جدا 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 سواء في مجالات في التنظيم الحكومي دائما في أي دولة ومملكتنا بحمد الله تعالى تقيم العديد من الدراسات وهذه الدراسات دائما لينعم المواطن دائما بالخدمات المناسبة وتصل هذه الخدمات إلى جميع المناطق في أرجاء المملكة الفسيحة طبعا الدراسة المسحية عادة إما أن تشمل المجتمع كاملا وهنا نسمي الدراسة اعدادا عاما أو تشمل مجموعة فقط معينة من الناس وهنا نقول أنها تشمل عينة ونقول هنا أنها تشمل عينة فإما أن تشمل الدراسة للمجتمع كاملا وربما أنها تشمل عينة من هذا المجتمع طبعا إذا شملت المجتمع كامل هنا نسمي الدراسة اعدادا عاما وإذا شملت طبعا مجموعة بسيطة هنا يتعتبر عينة بلا شك أن إجراء الدراسة كتعداد عام على جميع أفراد المجتمع بلا شك أن هذا هو الأفضل والأدق والنتائج تكون ذات موثوقية عالية أكثر من أخذ الدراسة على عينة معينة ولكن إجراء الدراسة على مجتمع كامل يعني هذه تكلف ميزانيات ومبالغ باهظة لأن الدراسات لها تكاليف ليست مجانية فبالتالي يجب أن يتعاقد مع باحثين وروح والباحثين هذول يروحون يأخذون استطلاعات على الناس فبالتالي لا بد أن يكون فيها تكلفة لذلك نشاهد أن الحكومات دائما تجري هذا التعداد العام غالبا كل عشر سنوات مثل عندنا في المملكة العربية السعودية يقاوم التعداد السكاني للمملكة العربية السعودية كاملة كل عشر سنوات طبعا رغبة في تهيئة الخدمات للمواطنين والمقيمين طبعا إذا شملت الدراسة على العينة يجب أن نتأكد أن العينة غير متحيزة يجب أن نتأكد أن تكون العينة غير متحيزة لأن أحيانا أنا أجري دراسة ممكن أن أختار العينة بطريقة تجعل الدراسة تتوجه نحو يعني تتوجه نحو رقم معين أو نتيجة معينة فمثلا أنا ممكن أروح استطلع شريحة من المجتمع تؤيد مثلا شيء معين وأسألهم عن نفس هذا الشيء فأكيد أن نسبة التأييد ستكون أعلى من أسأل جميع شرائح المجتمع فربما تكون العينة متحيزة وربما تكون غير متحيزة كذلك ربما يكون السؤال نفسه يعني يؤدي بك إلى التحيز وربما يؤدي بك إلى عدم التحيز فبالتالي يجب علينا أن نتأكد أن تكون العينة غير متحيزة من حيث المستهدفين في الدراسة ويجب أن نتأكد أيضا أن الأسئلة تعتبر أسئلة غير متحيزة أسئلة غير متحيزة طبعا لو شفنا الآن قال لك دعونا نكتشف التحيز من حيث المستهدفين لو قال لك بس العاشر شخص يخرج من المدرسة عن الخدمات التي يقدمها المقصف الطلابي فما رأيكم؟ هل هذه تعتبر دراسة متحيزة أو غير متحيزة؟ بلا شك أنها غير متحيزة لأن أنا دراستي على أفراد المجتمع وفراد مجتمعي نفسهم طلاب المدرسة وهم المستفيدون من المقصف الطلابي وأنا أخذت عاشر شخص يخرج من الباب فبالتالي أخذت العينة بشكل عشوائي فبالتالي هنا نعتبر الدراسة غير متحيزة ستكون الدراسة غير متحيزة طيب خلونا نشوف اللي بعدها قال لك استطلاع ثالث شخص يخرج من مطعم المشويات على الأكل التي يفضلها الناس طبعا بلا شك أنت رايح مطعم مشويات أكيد أن الأخ ما جاء المطعم اللي هو مشته مشويات أو يحب المشويات فبالتالي هنا راح نلقى أن أغلب الناس وإذا كان بعد المطعم قدب لهم طبق لذيذ وشهي فترتفع المعنويات ويختار أكيد الأكلة اللي يختارها طبعا ستكون المشويات سيكون لها تأييد أعلى فبالتالي هنا الدراسة ستكون متحيزة هنا الدراسة ستكون متحيزة خلونا نشوف الآن من حيث السؤال لو جيت أنا سألت سؤال قلت المشروب المفضل لديك هل هو اللبن أو العصير طيب يمكن واحد يفضل القهوة يمكن واحد يفضل الشاهي واحد يفضل مثلا مشروب معين فبالتالي هنا لما أقول لك لبن أو عصير فكذا أنا وجهت يعني أوجهت رأيك إلى أحد رأيين فبالتالي هنا يعتبر السؤال متحيز لو قلتك هل تفضل شرب اللبن بعد وجبة الأفطار طبعا كذا أنا أيضا وجهت يعني رأيك أيضا إلى اللبن طالما أحددت لك خيار فبالتالي يعتبر هنا السؤال متحيز أيضا ولو قلت لك ما هو المشروب المفضل بعد وجبة الأفطار كذا أنا أتركت لك والله الخيارات يعني متاحة يمكن uno يقول لك أنا فضل الشاهي واحد يقول لك أنا فضل القهوة واحد يقول أنا فضل اللبن واحد يقول أنا فضل الحليب واحد شاهي عدني خيارات المتنوعة هالي المشروبات فبالتالي هنا يكون السؤال غير متحيز لما أنا أترك لما أترك الخيارات كلها متاحة بالنسبة لك طبعا عندي نوعين آخرين من الدراسات غير الدراسات المسحية عندي دراسات تجريبية ودراسات قائمة على الملاحظة ما الفرق بين النوعين الدراسات التجريبية دائما ما أقوم أنا بإجراء بإجراء عمل معين إجراء عمل معين دائما أستخدم الدراسات التجريبية لمعالجة يعني ظاهرة أو معالجة سلوك أو معالجة مرض أو معالجة شيء معين فبالتالي أستخدم الدراسة التجريبية أما الدراسة القائمة على الملاحظة فهي فقط ملاحظة آثار وتسجيل ملاحظات وتدوين مشكلة سابقة مشكلة سابقة ولا يكون في مني أنا أي إجراء أقوم في هذه الدراسة ما يكون عندي أي إجراء أقوم في هذه الدراسة طبعا في الدراسات التجريبية هنا يتطلب إجراء عملي على المستهدفين في الدراسة ويجب عليه أن أقسم المجموعة الدراسية هذه إلى قسمين قسم مجموعة نسميها مجموعة ضابطة ومجموعة نسميها مجموعة تجريبية المجموعة التجريبية هذه ننفذ عليهم التجربة والمجموعة الضابطة هذه نجري عليهم إجراء شكلي بحيث أنهم يشعرون أنهم يخوضون نفس التجربة التي يخوضها المجموعة التجريبية والهتف من ذلك أني أنا حتى أقيس مدى نجاح الدراسة أبغى أحسب يعني لو تحسنوا كل الناس فبالتالي كذا معنات الإجراء اللي أنا أجريته يعني ما أثر ما أثر بشكل واضح لكن لما يكون مجموعة الضابطة ثابتة والإجراء اللي أنا سويته والله حسن بشكل معين فبالتالي صار عندي مجال للمقارنة بين النتائج سواء في التحسن أو أقل لا قدر الله يعني كان إجرائك أو دراستك مثلا لعلاج معين لمرض ما مثلا ساءت حالة المرضى لا قدر الله أو تحسنت فبالتالي المجموعة الضابطة تجعل لي مجال المقارنة ولكن الدراسة القائمة على الملاحظة ما أقوم فيها بتقسيم الناس وإنما أنا أشوف ناس مثلا تعرضوا للمرضى المعين وأدرس والله وش الأثار اللي يعني تمت عليهم على سبيل المثال فقط دراسة لحوادث سابقة أو آثار سابقة خلونا نشوف مثال الآن لنحدد نوع الدراسة المستخدمة قال لك وجد عادل مئة شخص نصفهم متطوعون في ماء والفقراء وقارن بين متوسطين الدخل السنوي لأفراد المجموعتين طبعا مئة شخص نصفهم متطوعون نصفهم غير متطوعين فبالتالي هل هنا نستخدم الدراسة التجريبية ولا القائمة على الملاحظة لاحظنا الأخ عادل هنا فقط قارنها وإنما لم يجري أي إجراء لا على المتطوعين ولا على غير المتطوعين فبالتالي هنا يستخدم الدراسة قائمة على الملاحظة دراسة قائمة على الملاحظة لو جينا الآن للفقرة الثانية قالت قبل الإختبار قام المعلم باختيار شعبتين من الصف نفسه بشكل عشوائي وقام بمراجعة المادة لطلاب إحداها راح الشعبة وراجع معاهم المقرر راجع معاهم المقرر إذن هنا أتخذ إجراء أو لم أتخذ إجراء؟ أتخذ إجراء وبينما لم يراجع المادة لطلاب الشعبة الأخرى ثم قام بمقارنة نتائج الاختبار لهما طبعا هنا تعتبر دراسة تجريبية هنا دراسة تجريبية ولكن هذه الدراسة التجريبية نعتبرها دراسة متحيزة ليش نعتبرها متحيزة؟ لأن الشعبة هذه اللي ما أخذوا يدرون أنهما أخذوا دروس مراجعة يعرفون أنهم ما أخذوا دروس مراجعة وإحنا اشترطنا الدراسة التجريبية أن المجموعة الضابطة لازم يجب أن تكون لا يعرف الشخص فيها في المجموعة الضابطة وإنما يعتقد أنه في المجموعة التجريبية كما مثلا شركة تجرب دواء معينة على بعض المرضى مثلا دواء جديد فتعطي ناس دواء فعلي وناس تعطيهم دواء شكلي تعطي نفس الشكل ولكن من داخله مثلا تضع فيتامينات أو شيء بحيث أنه يشعر المريض أنه قاعد يتناول دواء فعلي فبالتالي تقارب بالنتاج والله فيه تحسن ولا ما فيه تحسن فالمريض لا يعلم هل هو تبع المجموعة الضابطة ولا تبع المجموعة التجريبية وبالتالي هنا تكون الدراسة غير متحيزة ولكن هنا الطلاب يدرون أنها خضعوا لمراجعة ولم يخضعوا لمراجعة قالك اكتشف نوع الدراسة المناسب قالك استطلاع عاراء العملاء لشركة ملبوسات عن جودة الملبوسات التي تقدمها الشركة أي استطلاع عاراء مباشرة أروح للدراسة المسحية أروح للدراسة المسحية دراسة مسحية طالما أن استطلاع عاراء اكتشاف علاج لمرض ما طبعا أفضل شيء عندي هنا الدراسة التجريبية الدراسة تأثرت تدخين على صحة الإنسان هل يصح هنا أن يقوم بدراسة تجريبية؟ لا لا يصح إذن أقوم أنا بدراسة قائمة على الملاحظة أروح لمدخن مثلا له سنة يدخن مدخن له سنتين مدخن له خمس سنوات مدخن له عشر سنوات وأسجل الملاحظات على صحة أقيس مثلا مستوى الاكسجين في الدم أقيس مدى سلامة الرئتين أقيس بعض الأشياء وأسجل الملاحظات وبالتالي أتنبأ والله أنا مثلا أثر التدخين عن صحة الإنسان فبالتالي هنا أقول أن هنا ستكون دراسة قائمة على الملاحظة ننتقل الآن أيها الأخوة الكرام إلى الموضوع الثالث من موضوعات هذا الدرس اللي هو الارتباط والسببية دائما إذا كان عندي دراسة تجريبية فبالتالي دائما يكون عندي ارتباط بين حدثين ارتباط بين حدثين فالارتباط يمكن التنبؤ به بسهولة دائما الارتباط يمكن التنبؤ به بسهولة ولكن أنك تعتقد أن الحادثة الأولى تسببت فعليا في الحادثة الثانية هذا يحتاج مني إلى حاجتين يحتاج مني إلى برهان ويحتاج مني إلى ترتيب زمني أن وقوع الأولى عقبه وقوع الثانية فيحتاج مني إلى برهان ويحتاج إلى ترتيب زمني حتى أحكم على أن اللي حصل سببه فبالتالي أنا أي حادثتين ممكن أقول أن في بينهم ارتباط ولكن ما أقدر أحكم بالسببية إلا لما يكون عندي البرهان ويكون عندي الترتيب الزمني خلونا نحدد العلاقة بين المؤثرات التالية قالك عندما أمارس الرياضة أكون في وضع نفسي أفضل طيب يعني هذا يعتبر ارتباط يمكن واحد يسمع خبر حلو يمكن واحد والله مثلا رزق بمولود مثلا واحد عنده أي خبر حلو أي شيء حسن نفسي فبالتالي يعتبر يعني هنا نعتبر ارتباط فليست الرياضة فقط هي السبب الوحيد للوصول إلى الوضع النفسي الأفضل يمكن واحد صلى الفجر في المسجد يشعر بصحة نفسية وراحة نفسية مثلا قالك عندما يكون الجو باردا وممطرا بغزارة لا نذهب إلى المدرسة ما رأيكم؟ يمكن واحد ما يروح المدرسة هنا ارتباط أيضا لأنه يمكن واحد روح المدرسة مثلا مريض يمكن واحد ما يروح المدرسة عنده مثلا اختبار قدرات يمكن واحد ما يروح المدرسة مثلا مسافر مع والديه مثلا أو كذا فبالتالي هنا نعتبر ارتباط ولا نعتبر سبب ليه؟ لأن الجو بارد وممطر هذا لا يعني بالضرورة أنك لا تذهب إلى المدرسة قد يكون الجو بارد وممطر ونذهب إلى المدرسة عهد يعني نلبس جاكيت وناخذ معنا مظلة ونروح إلى المدرسة والحمد لله طيب عندما ترى الشمس يكون النهار قد طلع عندما ترى الشمس يكون النهار قد طلع إذن هنا هذه اعتبرها سببية هنا اعتبرها أنها سببية لأن لا يمكن النهار يطلع إلا لما نرى الشمس لا يمكن النهار يطلع إلا لما نرى الشمس فهنا فيه برهان وفي عندي ترتيب زمني فبالتالي هنا راح اعتبرها سببية طيب ننتقل الآن إلى فقرة هامش خطأ المعاينة كيف نحسب هامش خطأ المعاينة؟ طبعا نحن نعرف أن كلما زاد أفراد عدد المجتمع كلما كانت الدراسة أفضل كلما كانت الدراسة أفضل حتى إذا شملت الدراسة أفراد المجتمع كامل كانت الدراسة أدق ما يمكن ولكن إذا كانت أن تأخذ عينة فلابد أن يطلع فيه هامش خطأ ما معنات هامش خطأ؟ يعني لو أجي أقول لك والله أن نتيجة الدراسة مثلا أن 30% من الطلاب يعانون من ضعف النظر مثلا هذه دراسة أنا أجريتها أقول لك كم هامش الخطأ ولا تقول لي هامش الخطأ 5%؟ وش معنات هامش الخطأ 5%؟ يعني نتيجة الثلاثين في المئة اللي انطلعتها ممكن تصير ترى من 25 إلى 35 فيعتبر هذا هامش للخطأ هامش للخطأ فهذا سميه هامش خطأ المعاينة هذا الخطأ ينشأ من وين؟ ينشأ والله من أنك والله أخطأت في اختيار عينتك فصارت عينتك متحيزة شوي أو متحيزة يعني زي ما تقول من حيث الاختيار سؤالك والله ما كان مثلا يعني غير متحيز 100% وإنما كان فيه تحيز بسيط فهذا سميها هامش خطأ للمعاينة قال لك مثلا إذا كان عدد طبعا يحسب هامش خطأ المعاينة بهذه العلاقة اللي هي موجب أو زائد جذر واحد على إن فمثلا قال لك إذا كان عدد أفراد العين 400 فأوجد هامش خطأ المعاينة فبالتالي راح نقول أننا راح نقول موجب أو سالب واحد على جذر الأربعمية طبعا هذا سيأطيني موجب أو سالب كم؟ سيأطيك واحد على عشرين ومعنات أن هذا يعطيك موجب أو سالب خمسة في المئة خمسة في المئة فبالتالي نعتبر هنا أن خمسة في المئة هو هامش خطأ المعاينة فبالتالي إذا كانت نتيجة دراسة تقول أنه 40% من العينة يستخدمون نظارات طبية مثلا فما هي فترة المجتمع الممكنة؟ إذا كان دراستك تقول 40% وهامش الخطأ موجب أو سالب خمسة في المئة عفوا فبالتالي راح تقول أن مجتمع الدراسة هيكون من 35% إلى 45% هيكون من 35% إلى 45% فبالتالي أنت بتنقص 5% وبتزود 5% من وين؟ من الـ 40% اللي هي نتيجة الدراسة فبالتالي لو أنت والله صار الواقع أنه 37%, 38%, 42% عادي طالما أنك أنت داخل هامش خطأ المعاينة اللي أنت حسبت في هذه الدراسة ننتقل الآن إلى مقاييس النزع المركزية طبعا عندنا نحن ثلاثة أنواع من مقاييس النزع المركزية عندي المتوسط وعندي الوسيط وعندي المنوال المتوسط الحسابي طبعا معروف بالنسبة لأنه حجمها القيم وأقسم على عددها أما الوسيط فسوف أقوم بترتيب القيم تصاعديا أو تنازليا وأختار القيمة التي تقع في المنتصف القيمة التي تقع في المنتصف طيب لو كان عندك قيمتين تقع في المنتصف فبالتالي نمسك القيمتين هذه نجمعها ونكسمها على اثنين يعني آخذ المتوسط للوسيطين آخذ المتوسط للوسيطين أما إذا كان عندك وسيط واحد فخلاص يعتبر هو الوسيط أما المنوال فهو القراءة الأكثر تكرارا وشيوعا متى أستخدم المتوسط و متى أستخدم الوسيط و متى أستخدم المنوال أستخدم المتوسط أيها الأخوة الكرام إذا ما كان عندي قيم متطرفة ما كان عندي قيم متطرفة أو نقول أن جميع القيم الموجودة عندي أو البيانات اللي عندي متجانسة كلها متجانسة متقاربة فبالتالي أستخدم المتوسط أما الوسيط أستخدم إذا كان عندي قيم متطرفة ليه؟ لأن القيم المتطرفة سواء كانت عالية أو صغيرة فبالتالي ستكون على أطراف والوسيط يهملي الأطراف ويركزلي على القراءة التي تقع في المنتصف بعد الترتيب تصاعديا أو تنازليا فبالتالي سيهملي الأطراف أما المنوال إذا كان عندي قيمة تكررت بشكل لافت للنظر شكل كثير يعني أكثر من النص البيانات مثلا لهم قيمة وحدة فبالتالي رح أروح إلى المنوال خلونا نشوف الآن المثال التالي قالك من خلال الأمثلة التالية يحدد لي ما هو المقياس الأفضل المتوسط ولا الوسيط ولا المنوال من مقاييس النزعة المركزية لاحظ هنا أن البيانات متجانسة البيانات هنا متجانسة كلها في حدود السبعمية والثمامية ما في عندي قيمة مثلا ميتين ولا عندي قيمة الفين وثلاثمية يعني صغيرة جدا أو كبيرة من جدا فبالتالي رح أخذ هنا إيش رح أخذ المتوسط رح أخذ المتوسط لاحظ هنا القيم عندي سبعة ثلاثين ستة وثلاثين أربعين ولكن عندي قيمة هنا متطرفة قيمة متطرفة اللي هي 19.2 فبالتالي هنا طالما أني عندي قيمة متطرفة فبالتالي يفضل أني أخذ من أخذ الوسيط لما نجي أيضا للبيانة الثالث هذا ألاحظ هنا عندي 65.70 ما فيه مشكلة 17 هذه متطرفة 60.55 كلها يعني متجانسة ها ما عدا السبعطاش فطالما أني عندي قيمة متطرفة أو شاذة فبالتالي راح أخذ أنا أيش راح أخذ أيضا الوسيط لاحظ معي هنا أيضا عندك 53.61.46.49.61 لاحظ كلها في حدود ليش في حدود الأربعينات والخمسينات والستينات فبالتالي أراحظ أنها متجانسة فبالتالي ها أخذنا المتوسط ها أخذ المتوسط لاحظ هنا عندك 20.21.20.20.21.20.20 لاحظ العشرين تكررت كثيرا معايا في فقط ثلاث قيم ما هي 20 فبالتالي ألاحظ هنا أن المنوال سيكون هو المقياس الأفضل لدي نأتي الآن إلى آخر فقرة التي هي فقرة مقاييس التشتت طبعا مقاييس تشتت كثيرة أسهلها المدى التي درسنا من أيام المرحلة الابتدائية قلنا أن المدى دائما في القيم دائما هو عبارة عن قيمة العظمى ناقصة من القيمة الصغرى فمثلا لو أعطاك مجموعة من القيم فستبحث عن القيمة العظمى وتقول أنها 15 والقيمة الصغرى مثلا اللي هي واحد وبالتالي حتقول أن المدى أو الرينج تسمى هي عبارة عن القيمة العظمى اللي هي 15 ناقص القيمة الصغرى اللي هي تساوي كم 14 يعني بهذه البساطة ولكن احنا الآن درسنا في المقرر الرياضيات 6 اللي هو التباين والانحراف المعياري وقلنا أن التباين والانحراف المعياري دائما هو نأخذ الفرق بين كل قيمة والمتوسط نأخذ الفرق بين كل قيمة والمتوسط ثم نربع هذه القيمة ثم نجمع هذه القيم ثم نقسم على عددها وبالتالي سأحصل على التباين والانحراف المعياري يعتبر هو ابن التباين فسأقوم بأخذ الجذر للتباين وفيظهر لي الانحراف المعياري فإذا لا أستطيع حساب التباين ولا الانحراف المعياري إلا لما نحسب المتوسط فبالتالي لا بد أن أحسب المتوسط أولا فكيف أحسب المتوسط؟ أقول ميو راح أجمع القيم وأقسم على ددها عندك خمسة وسبعة وثلاثة هذه خمسة وعشرين ثلاثين إذن المجموع هنا ثلاثين وعندك قيمة قيمتين ثلاثة أربعة خمسة عندك خمسة قيم فبالتالي المتوسط هيكون عبارة عن ستة عبارة عن ستة فبالتالي حتقول أن التباين يساوي حتأخذ الفرق بين كل قيمة من هذه القيم والستة فالفرق بين الخمسة والستة واحد فتقول واحد تربيع الفرق بين السبعة والستة واحد فتقول واحد تربيع الفرق بين الثلاثة والستة ثلاثة فتقول ثلاثة تربيع ناخذ كل قيمة من هذه القيم الفرق بينها وبين المتوسط ثم نربعها ونجمع النواتج الفرق بين العشرة والستة أربعة فنقول أربعة تربيع ثم أقول خمسة الفرق بينها وبين الستة واحد فأقول واحد تربيع طبعا عدد القيم هنا عندي خمسة فبالتالي راح أجي أجمع الآن واحد تربيع واحد زائد واحد زائد تسعة زائد 16 زائد 1 لكل تقسيم 5 قيم عندي فنلاحظ هنا أن صار الناتج يساوي 28 تقسيم 5 28 تقسيم 5 فبالتالي راح نقول أن التباين يساوي كم نقسم من 28 إلى 5 ستصير 5.6 بهذا الشكل ثم نحسب الانحراف المعياري فنأخذ جذر 5.6 طبعا هنا سنستخدم الآلة الحاسبة حتى نحسب هذا المقدار فنقول نبغى جذر 5.6 وبالتالي سيطلع معي الجواب يساوي 2.36 2.36 يكون هذا هو الانحراف المعياري فهذا التباين ودائما إذا أخذ جذر التباين يظهر لك يظهر لك الانحراف المعياري بذلك أيها الأخوة الكرام يعني نكون بحمد الله تعالى غطينا هذه الموضوعات في درس اليوم خلونا نأخذ بعض الأسئلة كتقويم لفهمنا قالك عند الرغبة بدراسة أثر التدخين على الصحة نستخدم الدراسات المسحية طبعا قلنا خطأ قالك المنوال هو القراءة الأكثر تكرارة في مجموعة من البيانات هذا صحيح العلاقة بين ممارسة الرياضة والصحة النفسية علاقة ارتباط نعم قلنا ارتباط وليس سببية تستخدم الدراسات المسحية عند الاستطلاعات وجمع المعلومات هذا صحيح قالك تقوم المملكة العربية السعودية بالتعداد العام كل عشر سنوات تسمي بذلك لأنه يشمل جميع أفراد الأفراد في المملكة من مواطنين ومقيمين بلا شك أن هذا صحيح قالك إذا تمرن اللاعب جيدا فإنه سيؤدي مباراة رائعة هل هذه العبارة تمثل ارتباط ولا سببية ولا تكافؤ ولا تضاد ما رأيكم؟ طبعا هنا بلا شك أن هنا ارتباط لأنه ممكن اللاعب يؤدي مباراة رائعة ولكن ما يكون ما تمرن تمرن جيد ربما تحصل أحيانا هذا الأمر قالك احسب المتوسط للقيم هذه الموجودة عندي فأجمع خمسة واثنين سبعة سبعة وسبعة أربعة أربعة وثمانية حيكون اثنين وعشرين وثلاثة حيكون عندي خمسة وعشرين إذن أنا عندي خمسة وعشرين مجموعة القيم وعددها واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة فتقسيم خمسة فبالتالي حيصير الناتج يساوي خمسة إذن هنا الجواب جيم وبذلك بحمد الله تعالى نكون أنهينا هذا الدرس على خير أشكركم لطيب المتابع نلتقيكم بإذن الله تعالى في الدرس القادم دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته